قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن موتى الفلسطينيين جوعا في غزة أمر واقع تتحمله القوى القائمة بالاحتلال ويجب أن تحاسب عليها وأضاف بن جامع في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولية التي خصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن الأعمال الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة تهدف إلى تدمير غزة وتهجير شعبها فيما يشبه نكبة جديدة على خد تعبيره يموت الناس من الجوع في غزة هذا واقع والمتسبب في ذلك معروف وهي السلطة القائمة بالاحتلال وينبغي أن تحاسب على هذا الدمار السيدة نافي بيلاي وهي المعنية بلجنة التحقيق الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية قالت وأقتبس استنتجت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع أسلوب حرب وعن نقل الفلسطينيين بالقوة ومعاملتهم معاملة لا إنسانية انتهى الاقتباس الهدف من هذه الوحشية واضح نكبة أخرى نعم السلطة القائمة بالاحتلال تهدف إلى تدمير غزة وتهجير شعبها ووضحها على تدربية غزة واستخدمها سلطة القائمة